السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والولد يالك اسأل الله تعالى ان يرزقه عملا مبارك اللهم وفقه للحصول على عمل مبارك وللحصول على عمل مبارك قل له ان يقرأ كل ليلة صورة الفتح الى عند الابواب يزهر مغلوقة سوف تفتح له الخزائن خزائن الارض وخزائن السماء لما نقرأ صورة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك اقرأها وسبحانك يا جليل ربنا عز وجل سوف يفتح له الابواب المغلقة ما عمرو ما سيكتب طلاب عمرو ما سيكتبه هو سيقلب عليه العمال هو سيقلب عليه وهذا الكلام كنقوله السابق والله رأيته اناسا كتر ما بحثوا على عمل كلي قاري كلي ما قاريش كلي مستوى بسيط وعمر ما عرفش اكتب طلب دي الحصول على عمل ما كيعرفش له واشتغل سبحانك يا جليل بهذه الصورة فاذا بالعمل يبحث عنه العمل يبحث عنه يدق بابك والله كلام ليس كلام خيال ولا كلام دغدغة عواطف وانما هو كلام صادق رأيته بالعين المجردة مرات متعددة الخير هو يبحث عنك مع العلم ان الرزق نوعين كما كان يقول سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه يقول بان الرزق نوعين رزق تأتي اليه ورزق يأتي اليك فالرزق الذي تأتي اليه خسك تدي الاسباب وخسك تقرم زيان وتعرف كيفش تبدو موندو تخافاي بالطريقة الرسمية وتجد ستر وتصوب الحروف بشكل جميل وتدري في واحد الملف انيقة وتلبس اللباس يكون غاية في الجمال وتصوب الشعار ديالك ويكونو سلنك بيضين وصباتك محدد مزيان وتقف اثاث امام المدير وتحني الراس وتقعد وتطوب زهرك هذي اسباب هذا رزق تأتي اليه وهناك رزق يأتي اليك وانتجاز بلاستيك معززا مكرم حتى يطرق الباب ويوقل لك من فضلك خد هذا الرزق بالله عليك لا ترده في وجهي خد هذا الرزق والله كلام صدق ويقين لكن بشرط حينما تجعل قلبك بالله فقل لابنك يقرأ كل ليلة صورة الفتح ان فتحنا لك فتحا مبين وقل له يكثر من الاستغفار لان قد يكون الانسان وقع منه اخطاء او ذنوب فتكون مانع من رزقه لا كفارة لذلك الا الاستغفار وصدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل بيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ما في الحسبان ما عندك في التخطيط ما عندك في البرمجة غير وارد هذا من دنيا تحتسب اشياء اخرى غريبة جدا اسأل الله الكريم سي عمر ان يرزق ولدك عملا مباركا ان يهيئ له من امره رشدا ويسعده وقل بجميع عباد الله المؤمنين امين امين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة